بعد عمليات دهم وتفتيش نفذت خلال الأيام الماضية شملت محيط مدينة سامراء وضواحيها قيادة العمليات المشتركة أكدت استمرار العمليات الاستباقية بوضع خطط أمنية جديدة من قبل المقر المسيطر لقيادة عمليات سامراء لحد هذا اليوم هناك واجبات استباقية من قبل قيادة عمليات سامراء ومن قبل المقر المسيطر هناك واجبات داخلية المتمثلة بتفتيش المناطق ومن ثم السيطرات المفاجئة وتنفيذ أوامر القبض الموجودة في الأربع أرهاب والأوامر القبض الأخرى وأيضا هناك واجبات على المناطق المؤثرة على مدينة سامراء ومستمرة لهذا اليوم المواطنون أكدوا أن تأمين خارج المدينة يعطي الطمأنينة باستشعار الأمن في الداخل معربين عن تعاونهم مع القوات الأمنية من أجل منع تكرار العمليات الأرهابية الحفاظ على المدينة من الخارج يعطي الطمأنينة والسلامة والأمال لأهالي المدينة والمحافظة بشكل عام فنتمنى من قوات الأمنية أن يقارعوا الإرهاب في كل مكان وأن يكونوا يدا واحدة من أجل أمن وسلامة المواطن المدينة والمحافظة تحتاج تكاتف الجميع تحتاج تكاتف القوات الأمنية مع المواطنين مع القوات الأمنية حتى يشعر شعب محافظة صلاح الدين بالاستقرار اليوم لا تكتمل معادلة الأمنية إلا بتعاون المواطنين مع الجهات الأمنية ويدلاء بالمعلومة الاستخباراتية للحد من هذه الظاهرة للحد من هذا الإرهاب الجبان بين عمليات أمنية استباقية مكثفة وتعاون ملحوظ من المواطن تشهد سام الراء وضواحيها استتباباً أمنياً أضفى على المدينة استقراراً وجواً افتقدته منذ مدة من صلاح الدين فراس الحسني أتغيير